عايز اقول لك على حاجة بتحصل دلوقتي عالسوشيال ميدي خلينا افكرك كده وقولك حامو بيكا ومجد شطا لما الاتنين اشتهروا اشتهروا نتيجة خناءة عالسوشيال ميدي دينا مراجيح اشتهرت خناءة عالسوشيال ميدي الناس اللي بتعمل حاجة اسمها الروتين بيتخنقوا مع بعض على قنوات على اليوتيوب وبالتالي عمل ده تفاعلات وزيادة للمشاهدات بتاعتهم القصة خناءة واحنا بطبيعتنا شعب بنحب كده يعني لما تلاقي مثلا فيه صوت انت عاد مع اصحابك في مكان تسمع صوت خناءة كلنا نجري عشان نتفرج عليه ده بيحصل في الواقع عالسوشيال ميدي ده كمان بيحصل لكن الغريبة اليومين اللي فاتوا دولت بيحصل في حاجة تانية خالص قضية إنكارنس زوج رفع على امراته قضية إنكارنس قالت تلاتة ايال دول مش عيالي عمل تحاليل الدين ايه نسبة يعني الدين ايه عشان نبقى متفقين تسعة وتسعين في المية لو صحيح وفي واحد في المية شك حتى لو هو قال إن اوكاي في تسعة وتسعين في المية اوكاي وواحد في المية شك الغريب إن الاتنين بعد ظهور نتيجة الدياني وصدور حكم جنائي بحبس الزوجة والعشيق لمدة ثلاث سنين اللي هو على حسب كلام الزوج إنها انجابت ثلاث أولاد آآ زي ما هو قال مش منه هما قلنسوا بيديه لكن مش منه القصة ببساطة هما الاتنين كل يوم والتاني كل واحد فيهم يعمل فيديو ويتكلم عن الموضوع الموضوع ده مكانه المحاكم ومكانه القضايا ومش مكانه السوشال ميديا لكن هما شافوا إن فيه متعة خاصة بإنها تطلع لايف ترد على اللي هو بيقوله وهو يطلع لايف يرد على اللي هي بتقوله وإحنا عايشين في النص بنعمل لايكات وشير وكومنتات وعملين الكلام السوشال ميديا لغاية إمتى حتفضل هي الحكم وهي ساحة المحكمة لدرجة إن فيه حد كان بينقشني في الموضوع واتعاطف مع الزوجة بعد صدور حكم جنائي في حكم جنائي صدر وفيه تحليل دي إني فقال لي أنت ليه باصص لنص الكوباية الفاضي وباصص للتسعة وتسعين في المية بتعد إني إيه ومش باصص للواحد في المية تعاطف 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 مع الست وفيه ناس تانية تعاطفت مع الراجل طب والمحكمة فين والأحكام فين هي سوشال ميديا النهاردة بقت مكان للتحقيق والحكم والتنفيذ وأهم من دليل قاطع ألا وهو دي إني إيه ألا وهو حكم جنائي دي ستة هربانة وتطلع تعمل تعمل لايبات إزاي يا جماعة الكلام طب أنت يا هانم لو بريئة وروه يا ميديا معارضة في الحكم اللي صادر ضدك واثبتي براتك قدام المحكمة أنا من زوار السوشال ميديا مش محتاج أعرف أنت بريئة ولا لأ اللي محتاج ده أنت وفين في المحكمة لكن مش على السوشال ميديا وبعدين فيه نقطة مهمة جدا التلات ولاد دولت مش هيكبروا مش الكلام ده موسق تاريخ بقى تاريخ موجود على مواقع التواصل الاجتماعي أنتوا الاتنين أسأتوا للعيال دي بجد أنت كأم كان يجب أنك تحافظي على سمعة ولادك وما تطلعش تردي إزا كان الراجل في حالة نفسية متوترة من أن دولت بش ولاده ورفع قضية واوة لأخره حضرتك كنت تكتمت الخبر سكتتي ما طلعتيش رديتي عشان رديك ده عمل للموضوع يعني زي ما بيقولوا انتشار أكبر الحقيقة أنا بناشت كل رواد سوشال ميديا والمتابعين بلاش تشعروا الكلام ده لأن في أطفال مالها الزنب في القصة دي خالص لا من قريب ولا من بعيد ولا هم راحوا عملوا علاقة ولا هم كانوا سبب العلاقة ولا لهم دعوا بأي حاجة هم في النهاية جوم الدنيا دي دابوهم ودي ابو أمهم غلطت هم منهمش دعوة أبوهم غلط هم منهمش دعوة هم منهمش دعوة هم جينا عشان يعيشوا مستقبل اتدمر مستقبله وده كله من إيه من سوق التفكير من سوق التصرف لأن إحنا خادنا السوشال ميديا هي طريق طيب استكمالا لموضوع السوشال ميديا معلاش يعني اسمحولي في قضية مشهورة جدا على السوشال ميديا عندما بدأ انتشارها بدأ انتشارها بمجموعة من الأسماء فوجئنا بالأمس أحد المحامين تقدم للنقب العام ببلاغ بيقوله لو سمحت فلاني الفلاني أنا مش هذكر أسماء يعني ابن أحد الشخصيات الاقتصادية الكبيرة في مصر يعني انت وافى قريبا ربنا يرحمه ويدخلوا فاسيح جنات استخرج لي بيان قول لي الراجل ده بريء لأن كل التحقيقات لم تتناول اسمه أيوة المفروض النهاردة التداول للأسماء على السوشال ميديا ده اسمه تشهير انت بتشهر وازاي فيه تحقيقات شغالة وإحنا عملين ننزل أخبار وبيانات أخبار طبعا هني قبل عام بيتنزل البيان عن كل قضية في عهد المستشار حمد الصاوي دلوقتي ما فيش قضية تنتشر إعلاميا إلا ما الراجل بيعمل بيان نستنى البيان وبعد ما ينزل البيان نبتدي نتداول الموضوع لكن لا ده احنا من الأول كل واحد عامل فيها المفاتيش كلومبو ينزل يطلع بقى معلومات ويقلف وبعدين كلها في الآخر تصفية حسابات ساعة تبقى سياسية ساعة تبقى اقتصادية تصفية حسابات فأنت بتساهم في ده بتساهم في ده لأنك النهاردة أشخاص انت ذكرت أسمائهم هربوا منهم 3-4 جم عن طريق انتربول وبنحيل انتربول المصري على مجوداته في هذا الأمر لكن في ناس تانية هي مش عارفة يا متهمة ولا لا لذلك أنا بناشد انها بالعام بانه يطلع لنا بيان يقول لنا مين المتهمين في القضية ومين المستبعدين عشان ما نفضلش طول الوقت سوشياميليا بتتكلم في المواضيع دي وده يؤثر على سمعة واقتصاد ناس شغالة ما يفعش ما يفعش وانا الحقيقة عارف ان المصري الحمد الصاوي رجل يعني له من الحمكة والقدرة على ان هو يطلع هذين البيانات في التوقيتات المناسبة ترجمة نانسي قنقر